مرحب بكم الجديد أعزائي المشاهدين زي ما اتفقنا النهاردة في الجزء التاني من حلقتي معاكم النهاردة جزء التوعوي مهم جدا للمواطن المصري اللي دايما بيسك في هذا البرنامج علشان كده كنت حريص ان انا اجيب فقرة اعتقد انا شخصيا كنت محتاجة ان انا افهم عنها كتير خصوصا بعد حالة الجدال اللي دايرة في المجتمع المصري لبعض المرضى او بعض الناس اللي ربنا رب يعافي كل الناس عندهم حالات صحية معانا في زل ظروف كورونا محدش ينكر يا جماعة طبعا ان الاجراءات الوقائية والاحترازية لطبقتها مصر زيها زي كل الدول العالم في الفترة الاخيرة وان كنا طبعا الحمد لله بنحاول بجاهدين بشكل اكتر جدا ملموس على الارض كان ليه دور ايجابي ان لغاية دلوقتي بلغة الاركام لحمد لله لغاية دلوقتي ربنا سترها معانا اكتر منه سات ربنا كنوا عن وعي الناس لان بنشوف مشاهد لسه صعبة شوية طبعا كان في حملات اطلاقتها وزارة الصحة اللي هي بصدد عنوان فقرتي النهاردة الحملة اللي بنتكلم بصددتها النهاردة جماعة اسمها أسترا زينيكا دي صحتك قوتك دي حملة قومية اطلقت تحت رعاية وزارة الصحة مع الشركة لتوعية المرضى الاكثر اصابة بالفيروس علشان كده خلوني على طول اروح ارحب بيشرفني في الفقرة دي الدكتور عمر صقر استاذ علاج الاوران بكلية تب القصر عيني جامعة القراء برحب بك دكتور عمرو ومنورنا أهلا وسهلا بيكو أهلا وسهلا سيدا مشاهدين أهلا وسهلا أهلا بحضرتك دايما يعني وجودك النهاردة معنا أكيد الناس مستنية الرسائل كده جات لنا على صفحة البرنامج حابب بس في عنوان عريض أعرف الناس اللي لسه ما تعرفش عن حملة اللي بنتكلم عليها صحتك قوتك النهاردة فعنوان عريضة من خلال دكتور عمرو يشرحانا لسيدا مشاهدين الهدف من الحملة دي نشر الوعي الصحي السليم لأن الكنز الحقيقي عندنا في البلد هو صحة البني آدم البني آدمين لما يكونوا أقوياء كبنديا وكصحيا وكزهنيا هيقدروا ينتجوا أكتر هو ده الكنز الحقيقي للمصريين إزاي نحافظ على صحتهم إزاي نوعيهم من الأخطار اللي حواليهم إزاي يعيشوا حياة صحية كريمة بعيدة عن الأمراض هو ده الهدف الحقيقي من الشراكة ما بينه وزارة الصحة وشركة أصوى زينكا عن طريق نشر الوعي الصحي السليم إزاي الناس تعيش في الصحة إزاي تبدأ عن الأمواض إزاي أكتر صحة أكتر قوة طيب دكتور خلينا أسألك بسئلة تخصوصك على طول لأن ده جلنا كتير على صفحة البرنامج لما أعلن النسيات تقضيف لنا النهاردة في فقرتنا هل فعلا مرضى السرطان تحديدا أو الأورام طبيا بقى أو علميا أكثر عرضة للإصابة في فيروس الكورونا ولا بتبقى بتتفاوت من شخص للتاني أو بتتفاوت ربنا رب يحفظ كل الناس هل أنت مصاب في إيه؟ هل أنت كنت مصاب وتعليجت خدت خلاص الكيمياء والإشعة وخفيت ولا أنت لسه في مراحل العلاج؟ عاو الشرح من سياتك في الجزئية دي ده سؤال حلو جدا وسؤال في منتهى الزكاء في عيان قوام وعيان قوام وعيان قوام في عيان قوام عند ورم بسيط منوجود في السادي اتشال وخد علاج كيميائي وبعد كده ماشي على علاجه هرموني وعايش حياته ده زي أي بني آدم عادي ده كده معندوش مشكلة خالص وبعد ما يخلص الكيمياء الهرمونية بقى إنسان عايز كون إن العلاج الكيمياء يخلص بقاله شهرين بعد شهرين 8 أسابيع بالضبط من آخر وجوعة علاج كيمياء البني آدم ده زي أي بني آدم وعنده فرص متسوية زي أي بني آدم في الحياة في القوة المنعة بتاعته يختلف تماما عن البني آدم بياخد علاج كيمياء أثناء العلاج الكيميائي لا ده منع تقول إيلا ده لازم حافظ عليه ده اللي أنا خايف عليه بقى يعني لو صدف ده دكتور لو أنا فاهم صحي صحح لي برضو لو أنا فاهم غلط السوق حظه كان في أثناء ظروف كورونا للعالم كله بيحاجة دلوقتي لسه بياخد جلسات سواء كيميائي أو إشعاع تم احتاج وقاية خاصة أنا بقول صح؟ كلام مصبوط 100% وفي الجماعات العالمية نزلت أشادات للناس دي بقى بالذات يعني العلاج الكيميائي لأموام ممكن تخف وشفاء تام زي أموام رص وفقبة الناس دي لازم تاخد علاجها صح مليون في المية ولازم محافظ عليهم كويس طب إزاي رسالة دي للعيانين وللأطباء الشبان لازم أدي أدوية تأوي المناعة ده أساسي لازم أدي حاجات تمنع التفجيع تمنع غبامان النفس عشان العيان ده يعفية كل يشو كويس قوي لازم أدي مسكنات قوية لأن البني آدم تأكيد بيتوجع من العلاج من المرض نفسه اللي عنده فلازم أحافظ عليه كويس قوي ما يبقاش في وجع ما يبقاش في غبامان نفس ما يبقاش منعته قليلة حقاً اللي بتأوي المناعة دي في المهمة جداً عشان تمنع حدوث أي التهبات عشان لو حصل التهبات هيخش المستشفى أنا مش عايز بتخل المستشفى لأنه فوصة التعور للإصابة بالفيوز في المستشفى أعلى من أي مكان تاني فأنا بحاول بشطة طوء إن العيان ده يفضل في بيته أو يوح ياخد العلاج ويمشي على طول الحقاً اللي بتأوي المناعة الأدوية اللي تمنع غمامان النفس والتفجيع في غاية الأهمية عشان يقف يأكل عشان لما يأكل كويس هيبقى منعته أحسن وتالت حاجة مهمة أوي أدي له مسكنات كويسة عشان ما يحسش بوجع لأنه حس بوجع منعته هتقل نفسيته هتقل لأن النفسية مطبطة تماماً بالمناعة فدي في غاية الأهمية الموضوع ده طب العلاج الإشاعي من الزكاء إن أنا ممكن أقصة فتة العلاج الإشاعي يعني لو كوس الدكتور واخد ده في الاعتبار بال إن المريض مريش في نفسه حاجة أكيد الدكتور لازم ياخد مش عايز أقولك إن إحنا كجهوب في الجامعة الأصل العيني الجامعة القهيرة ومستوى الجامعات كلها عاملين إرشادات خاصة إزاي الدكتور الأوامي يتعاملوا مع العينيين يعني إجزامل سبطان المستقيم بدل مادي 25 جلسة أنا ممكن أن دي يوم 5 جلسات دي ما تصنفش نصايح من الدكتور عامل للدكترة إن أعتقد بعد وجود كورونا أنتوا كدكترة واخدين ده في الاعتبار بيتم تماماً للمرضى عشان أطمنهم أنا بقول صح دكتور طبعاً مليون في المئة صح يعني إحنا لازم نطمن الناس نعرف إن دي فطوة ما جاتش قبل كده إلا من 100 سنة قبل كده الفطوات دي فطوات الأوبئة بتيجي للناس كل 100 سنة الفطوة دي لها طبيعة خاصة الفطوة دي لازم البني آدم بيحارف فيها بأنه يبعد وده حب غريبة قلت جملة بمناسبة يبعد بقى في سياك كلامك دلوقتي استوقفتني قلت التواجد في البيت أأمن شوية من وجودك في المستشفى عشان فرص العدوى هناك ممكن تبقى أكتر شوية هل ده بتعني بيه بشكل عام ولا للمرضى تحديداً عشان برضو ما لقش بنخوف في الناس أو نطمنهم أن أنت لما تاخد نفسك في البيت أو تخلي بالك من نفسك في البيت بتبقى صحياً أضمن شوية مليون مرضى كلامك صحي في المياه إحنا مننصح الناس كلها وبالمنضى بالأخص قعد في بيتك لأن البيته هو محفظ على نفسه أنت ما تضمنش مين اللي حامل للمرض لأن حامل المرض ده ده بني آدم طبيعي جداً زي وزيك هو مش متشاف هو مش معروف هو بينقل المرض بين واحد للتاني للتالت وهو محدش يعافه وهي دي خطوط المرض خطوط الكلونة ده أنه هو خطوط الكلونة ده في حاجتين أنه هو السبيع الانتشار أنه يعدي من بني آدم لمن بني آدم بصبع قوي وأنه هو ساعة لما ييجي الحد بيقصوا عليه قوي فالابتعاد عن بعض الابتعاد عن الناس من بعضها كل واحد يبعد عن التاني كل واحد يستقرب بحاله كل واحد يعود في بيته ده أأمن حاجة طيب الناس كنت بتقول الناس الكبيرة في السن لا ده اللي عنده قلب اللي عنده سكر اللي عنده كانسر سرطان ربنا يا رب يحفظ الجميع هل بتتشابه هنا نسب الخطورة أو أن أنت مريد قلب أو سكر زي مريد السرطان ولا كلها في السياق طالما الإرشادات واحدة الناس الكبار في السن مناعتهم قليلة ودول أخطر ناس ودول اللي بنخاف عليهم تماما يعني دولة بالذات لازم يتحطوا في حتة كده لوحدهم ونحفظ عليهم تمام ودول أكتر ناس السرطان اللي أثناء العلاج اللي هما بياخدوا علاج وتعبال أيها دي نقطة مهمة أول معلش أعيدها معك يا دكتور مرض السرطان اللي صدفت ربنا رب يحفظ الجميع وجود كورونا أثناء ومشك في عملية العلاجية مش إنه كان عندك وخفيت منه مش عايز أقول لك هو ده اللي عندنا عليهم قوي ومازل محفظ عليهم وفي حاجات كتير جدا يعني لو أقدر أغير العلاج بعلاج راس بدل علاج كيماوي في مستشفى كلنا بنجي وابكتها ده هيوديني نسأل مهم جدا العلاج المتابع اللي اعتمدته وصورة منظمة الصحة العالمية وإن كل الناس اللي بيقوا في حاجر دلوقتي تم تأكيد إصابتهم بكورونا بياخدوه هل هذا العلاج اللي بيتم تعطيها الآن من خلال التعامل مع حالات الإصابة بكورونا يتناسب أو يتنافى أو يكمل أو يؤذي لقدر الله هذه الفئة من المرضى سواء كنسرطان أو قلب أو سكر ولا ملوش علاقة أو تأثير مباشر حالة وحالة وحالة على حاسر بالضبط يعني لو حالة قولت يعني حالة ما فياش مشاكل وخلصت العلاج الكيماوي وجالها الكورونا مايفرقش خالص لو عيان تحت العلاج الكيماوي لا ده احنا لازم نشوف بياخد إيه وإيه التفاعلات ما بين العلاج ده مع العلاج الكيماوي وده اللي بنخاف عليه عشان كده ده لما بيوحوا المستشفى لو بياخد علاج لازم بنتبعه بتاخد إيه وما تاخدش إيه والإنزيمات بتاعتك ماشي ازاي ده أكتر بني آدم عليه عين عالية جدا البني آدم اللي بيزبع البني آدم اللي بياخد علاج كيماوي عالي للأوام الغدد الإنفوية ده مليون سؤال عليه ومليون عين عليه والأدوية اللي بياخدها ماشي ازاي هو ده الأساس عشان كده احنا بنتحاشى تماما ان احنا ندي علاجات كيماوية قصية في الظروف ديت احنا بنحاول بشطة طوق ان احنا نخفض جبعات العلاق بنحاول نخليها قباص بدل ما هي حؤن بنحاول ندي أدوية تقاول مناعة وهو الهدف ده الأساس ونفسيا برضو مريض الكانسر أو السرطان ما يخافش ان انتوا واخدين ده في الاعتبار فبالتالي ما يصنفش نفسه ان هو نفسيا يبقى مهزوم من قبل ما يبدأ مراحل علاج مريض السرطان ده محتاج دكتور شاطر الدكتور ده يحفزه زي بالظبط الكوتش ان هو قدام حظ مبين حاجتين ما بين السرطان وما بين فيروس كورنا لازم يكسب ده ولازم يكسب ده السرطان ياخد العلاق السليم وياخد المناعة القوية وياخد النفسية العالية وفيروس كورنا لازم يكتنب اي حتى يبعد عن الناس يبعد عن اي حاجة ياخد منها الفيروس يلبس المصق يلبس الجوانتيات في المستشفى وهو وايح ياخد علاج ايون حتى وانت رايح تاخد لاجة لازم تكون مخلي بالك طبعا حفظ ما بعده حفظ هاي كلام مهم جدا لو قلت للدكتور عمر صقر فاربع نقاط كده او عنوين عريضة في بوينت بيوجه رسالة لمرضى الاورام بشكل عام في هذه المرحلة لها علاقة بالنصايح عشان يحيوا حياة مناسبة جدا بتوائم الخطر اللي بيحف بكل الناس او اللي حوالينا الدكتور عمر يوجدون نصايح عبارة عن ايه في نقاط واضحة عشان يفهموها اعقفوا كويس اوي ان دي فترة بالصبع هتوح كبيرنا شهر شهر ونص والموضوع ده يوح تماما علاجك مع السبطان بياخد فترة طويلة مش مشكلة ابدا لما الفترة دي نهدى فيها في العلاج الدنيا مش هتتهدس ما يقلقش يقولك انا لو قللتك جرعات دلوقتي خطر علي عشان كورينا فان الله خلاص او ده الهدف الاساسي يعني مش يقوله كده ضائع وكده ضائع لقدر الله يعني لازم هدف نفسي وهدف ان احنا ما نوقفش العلاج بس ندي علاج اخف شوية جميل ما يفقش معي ان انا لازم ادي علاج كيماوي هيدي نسبة 100% شفا بدل ما ادي علاجه موني من نسبة 80% 10% مش هتفق بس حافظ عليه دلوقتي لان انا عندي مشكلة لو العيان ده دخل للمستشفى هيلقض فيوس لو العيان ده وبياخد الكيماوي لقط الفيوس هيبقى عنده مشكلة جميعا في المناعة مشكلة جميعا بعد كده انا عايز ابعيده عن ده احفظ عليه كده ولازم اقوله ان الفترة دية اول ما تنتهي خلاص هنجعل علاجنا الفرصة لسه قائمة للشفاء ما فيش اي مشكلة وهيزا اقوله نقطة مهمة جدا للناس اللي خلقوا وسط علاجها اهوكم ما تعملوش متابعات دلوقتي اعود في بيتك الموضوع احنا دايما بعد العلاج ما ينتهي بنقول للناس كل 6 شهر كل فترة اعمل متابعات نشوف الاشعات نتطمن ان ما فيش حاجة باجات كلام محترم دول بقى عضو بيتك اجل كل المتابعات لغاية لما نعد الفترة دي على خير ليه لانا كده هتبعد عن مواكز الاشعى التحاليل هتبعد عن الدكات في العيادات المستشفيات انت كده بتفيح الناس تمام طبعا الوقت محتاجين وقت اكتر من كده معاك يا دكتور يعني ما شاء الله حضرتك اسهبت معنا بشكل يعني بيصيب الهدف على طول نظرا لكل الاسئال اللي جات لنا صفحة البرنامج في كلمة سريعة اخيرة عشان وقت فقرتنا خلاص يا دكتور لو انا بقول دعوة لكل اللي بيشوفونا دلوقتي انا كبرنامج احلام مواطن بدعو كل الشعب المصري للتعامل والتركيز مع حاملة استرازينيكا صحتك قوتك اللي اطلقتها الشركة مع وزارة الصحة في كلمة اخيرة لهذه الحملة من الدكتور عمري يقول لنا ايه بالنسبة للموضوع بتاع الكورون وموضوع الاورام الموضوع ستة اسابيع ماكسموم هيوح بصوا دايما لبعض شهرين الموضوع هيواجع كويس جدا نحافظ على نفسنا دلوقتي اي حد كان بيحلم بحاجة يعملها وهو قاعد في البيت يعملها اللي عايز يكتب كتاب اللي عايز يدرس حاجة استغلوا الوقت لان دلوقتي ده مش هتكفر تاني كلنا نبص على شهرين قدام ما نبصش دلوقتي وان شاء الله يبقى دايما افضل وصحتك قوتك يا جماعة احنا بندعوكم طبعا من خلال البرنامج والدكتور عمر مهم جدا انت عارف مراكز القوة في انت تكمل عليها وتخلي بالك من نفسك في نهاية فاكرتنا باشكر جدا 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 الدكتور عمر سقر واستاذ علاج الاورام بكلية التب الأصري عيني جامعة القرارة باشكرك يا دكتور لنا لكؤات كتير ان شاء الله شكوا شكوا جدا اعتقد كده جي وقت الخير سقيا الماء واحلام مواطن زي ما انتم متعودين كل حلقة سبت واربع معانا مفاجآت معانا تقارير معانا اعمال خير حكي عن نفسها ادعوكم نشوف هذا التقرير والفاصل الاعلاني واستقبل بعديه على طول الشيخ احمد علوان احد علماء الازهر الشريف معانا كلام مهم جدا ادعوكم للمتابعة